طيب اخر حاجة هاختم بيها فقرة ترند ترند وانا في الانترو قلت دايما بنهتم جدا بالقيم والمبادئ والثوابت ليه قلت التلات حاجات دول شفتوا على مدار اسبوع حاجات كتيرة جدا متعلقة بثوابت النادي الاهلي وفي ناس لها هدف انها تضرب ثوابت النادي الاهلي في التاريخ نفسه الهدف ده ان يضربه في التاريخ نفسه بس انا هايز اربط ده بحدث حصل ناس كتيرة ما خدتش بالها منه لان احنا دايما الناس بتتعامل مع الاعلام على ان ذكرت السمك الناس بتنسى لكن تتذكروا كلكم مباراة الاهلي والترجي عام 2018 المباراة اللي اضارها الحكم الجزائري الدولي مهدي عبيد وازاي كانت فيه حملة كبيرة جدا على هذا الحكم الجزائري من داخل مصر مش من خارج مصر تسببت في مشاكل كثيرة جدا لنادي الاهلي في المباراة العودة في تونس لما الاهلي واجه الترجي التونس وللأسف الكلام ده كان طالع من جوة مصر وتقال كلام كتير جدا على مهدي عبيد وكل ما تعد السنة يقولك هو مهدي عبيد فين هو بيدير مباريات بس الناس دايما عايزة توصل للناس وترسخ في ازهان الناس فاكرين من خمسين سنة الاهلي كان بيلعب الترجي في القاهرة ببرج العرب وحصل ضربات جزاء وحصلت مشاكل الحكم ده استبعد وبعد وتقال كلام عليه أنا ما ينفعش حتى أقوله على الهواء بس تقال كلام فيما معناه الهدف انه كان يوصلك لمرحلة ان النادي الاهلي كان سبب في اللي حصل في احداث هذه المباراة وده شفنا بعد كده لما روحنا تونس والمشاكل اللي حصلت من الجمهور هناك لما الاهلي راح لعب مباراة الاياب وكانت سبب رئيسي في الحالة اللي انتهت بها المباراة وحصلت الاهل بطولة افريقيا كل سنة مهدي عبيد مثلا يدير مباراة او اتنين في دورة الابطال او الكنفدرالية بس الادوار التمهيدية يبعد فترة بسبب القشف الطبي يبعد فترة بسبب تقلق طبعا مصطفى غربال المرشح لكاس العالم عامل السن كمان بيدي فرصة ان مصطفى غربال يكون من ضمن حكام النغبة قبل مهدي عبيد لكن خدوا بالكوا انبارح كانت فيه اكبر مباراة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم مباراة مين مباراة الكاميرون او مباراة الكدفوار والكاميرون بقول كدفوار كانت مباراة لعبة في عبد جان كدفوار والكاميرون من اللي كان بيديرها يا جماعة مهدي عبيد شارف الحكم الدولي الجزائري المصنف في الجزائر رقم واحد مع مصطفى غربال بيدير اكبر مباراة في التصفيات الافريقية لكاس العالم مباراة مؤهلة لكاس العالم يعني تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع الاتحاد الافريقي مش مباراة اندية لما كان بيدير مباراة اندية ما قلنا؟ نتكلم سكتي رجل بيدير مباراة في زانبيا رجل بيدير مباراة في نيجيريا مع إنينبا مباراة موجودة في دول المجموعات مش موجود في المراحل الناهائية بعد عن حكام النقبل لسبب ما حصل في فترة معينة والتعادل دا ما كان شيء علاقة بالاتجت المباراة كانت لا علاقة ببعض القيادات مسكة في الكافكة كانت لا هدف ان هي تبعد مهدي عبيد لكن مهدي عبيد النهاردة بيدير مباراة كبيرة زي دي الناس بقى اللي اتكلمت وكان هدفها ان يضرب الا السوابت والمبادئ والقيم الخاصة بالنادي الاهلي وقال على الحكم ده كلام كتير قوي هم فين لما شافوا مهدي عبيد بيدير مباراة كبيرة زي دي افريقيا كلها بتتفرج عليها انت عارفين مباراة بحجم الكاميرون وكوديفوار في تصفيات مؤهلة كاسة العالم حجمها ايه حجمها كبير اعتقد اللي قال كده على الحكم الجزائري مطالب بالاعتذار مش لمهدي عبيد فقط ده مطالب بالاعتذار كمال للنادي الاهلي لان الهدف اللي كان بيتقال عليه على مهدي عبيد كان يخص النادي الاهلي لما يدير مباراة كبيرة زي دي المفروض لو انا عندي مهنية يطلع يعتذر عن كل كلمة قالها من 3 سنين على هذا الحكم الدولي اللي ادار مباراة الاهلي وترجع عام 2018 نفس الفكرة على بعض الشخصيات اللي ممكن تضرب سوابة الاهلي في الامور التاريخية سيبوهم للتاريخ التاريخ هيحكم كل واحد قال ايه لهدف شخصي وكان هدفه يضرب سوابة الاهلي ولا هدفه بيتكلم المصلحة العامة سيبوا التاريخ يحكم بنفسه على تصرف وعلى كلمة كل واحد لان البعض بيحاول يركب الترند لان التاريخ عمره ما يرحم اللي بيحاول يركب الترند